بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذه آية أخرى استوقفتني طويلا الحقيقة وأحببت أن ينتفع بها كل إنسان يريد الزواج أو مقبل على الزواج أو لا يجد متاعا أو إمكانيات ليتزوج الحقيقة القرآن أعطانا حلولا لكل شيء بعدما خرج سيدنا موسى من مصر وذهب إلى مدين وكان هناك فتاتين تريدان أن تأخذ الماء ولكن كان هناك ضغط وأناس كثيرون ورعاة يسقون على هذا البئر أو على هذه العين فقدم لهما خدمة هكذا لوجه الله أنا أريد أن تركزوا معي على أهمية مساعدة الآخرين لعلاج مشكلة الزواج دقيقوا أيها الأحبة قدم لهاتين الفتاتين وهما ابنتا سيدنا شعيب عليه السلام النبي شعيب قدم لهما خدمة بكل أمانة وإخلاص لأنهما امرأتين ضعيفتين وذهب وتولى إلى الظل جلس تحت ظل شجرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال هنا الشاهد أو الدعاء أو الآية التي أريد أو الكلمات التي أريد أن تركزوا عليها وتكررها أيها الأحبة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله نبي كريم موسى كريم الله هذا الرجل العظيم عليه السلام جلس تحت ظل شجرة ينادي ربه سبحانه وتعالى ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا أعترف بفقري أمامك يا رب أنا إنسان فقير بالنسبة لله الغني يطلب الغنى من الله عز وجل الآية التالية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء انظروا أيها الأحبة سرعة استجابة الخالق عز وجل كيف لا وهو الذي قال أدعوني أستجب لكم عندما تقدم خدمات للآخرين وتساعد من يحتاج المساعدة دون أن تفكر بالمقابل أو بالأجر عندما تخلص الدعاء لله وتتواضع للناس ولله تعالى تتواضع أمام الله وتعترف بفقرك وحاجتك إلى الله عز وجل لابد أن يأتيك الجواب لابد أن الله سيستجيب لك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وبالفعل ذهب سيدنا موسى وتزوج هذه المرأة وعاش فترة يعني فترة رائعة جدا تعلم فيها الكثير من سيدنا شعيب وطبعا بعد ذلك أعطاه الله أعظم شيء هو النبوة هل رأيتم أيها الأحبة هذه الآية كل من تعسر لديه الزواج أو ضيق العيش أو ضيق الرزق أو لم يجد ما يفعل كل من يشعر بالفقر فليلجأ إلى الله الغني وليردد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لذلك رجاء احفظوا هذا المقطع وكرروه أحبتي في الله واجعلوه منهاجا في حياتكم كل يوم كلما صادفك موقف صعب تذكر الغني في السماء وتذكر فقرك أمام هذا الإله العظيم وقل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بالإيمان وينفعنا بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر